طبيعة الحال لليوم الخامس على التوالي ما زال القلق بيسيطر على أهالي أسوأ بسبب زيادة أعداد الإصابات أو استمرار توافض المصابين على مستشفيات الحكومة بدءاً من مستشفى الجامعة مروراً من المستشفيات العامة سواء كان في دراو أو كومومبو أو غيرها من الأماكن وطبعاً منطقة بوريش اللي كانت بقرة بداية بقرة الإصابة بهذا المرض للأسف حتى الآن ما فيش تفسير لما يحدث في أسوأ لم تقدم الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء اللي قال إن الموضوع ربما يكون بسبب زيادة الحر أو حتى وزير الصحة اللي راح مبارح زار أسوأ ولم يقدم جديد محدش عارف ماذا يحدث في أسوأ إخواننا قلولنا إذا كانت دي مشكلة في المياه عرفونا ده وباء أو مرض جي لنا من على الحدود قلولنا لكن كل واحد بيبرق نفسه يطلع رئيس مجلس الوزراء يقولك لا والله ده المشكلة بسبب الحر طلع عليه علينا وزير الصحة يقولك ما فيش وباء وما فيش إصابات وما فيش توافد على المستشفيات الراجل بتاع وزارة الرأي يقولك لا ده مية النيل زي الفل وما فيهاش مشكلة جماعة بتوع شركة المية يقولك المية بتاعتنا زي الفل واربعة وعشرين قرات بتوع شركة كيمة يقولك لا والله مش إحنا صرف الصحي مش إحنا ما للناس دي بتستعبط ما نعايز أفهم أنا كمواطن محتاج أفهم كل هذا العدد من الإصابات في أصوان خلال أربع أو خمس أيام ما سبب هذه الإصابات وما تقوليش بسبب الحر لأن الناس دي عايشة في حر والسنة دي كان أعلى درجات الحرارة احنا دلوقتي تقريبا آخر يوم في الصيف كان مبارح والنهار ده أول يوم في الخريف كل سنة وإنتوا طيبين وما تقوليش أكلوا أكلة مش ولابد زي ما قال مصطفى مدبولي ده إحنا عندنا عموم المراكز والقرى والنجوع في أصوان مصابة وما تقوليش نازلة معاوية نازلة معاوية إزاي نازلة معاوية دي عائلة أكلت أكلة زملاء في شركة طبخ وطبيخ مجموعة في مكان شربة شربة لكن محافظة كاملة يجي لها نازلة معاوية ده أيضا كلام غير مبرر فضلا عن الإجراءات اللي رأاها أهالي أصوان إنها تعتبر إهانة مثلا للمواطن في أصوان وعدم اهتمام بحياته أو شكوى أو وجعه بداية من اللجنة اللي شكلها سيادة اللي هو المحافظ إسماعيل كمال واللي راحت الست في اللجنة زي معردت لحضراتكو تشرب الميا من المحطة عشان تثبت يعني إن المحطة زي الفل الصورة دي اللي تدولها أهالي أصوان واعتبروها إهانة للمواطن الأصواني وعدم اهتمام بصحته وبحياته إنك بتشوف الميا مصابة ولا لقى عن طريق إن الست أو طنط مدام دي بتدوء الميا بالكوباية غريب يتكرر الموضوع تاني بعد زيارة وزير الصحة وبعد بيانات السادة المسؤولين نفاجأ النهاردة الصبح بالسيد المحافظ بنفسه سيادة اللي هو إسماعيل كمال ويقولك محافظ أصوان يشرب مياه الحنفية وسط الأهالي في قرية أبو الريش سيادة فاتح الحنفية زي ما حضرتك شايف كده لو تجيب لنا الصورة وقال إيه بيشرب بنفسه من الحنفية قال يعني خلاص كده المشكلة تحلت كده المواطن الطمن طيب يا أخوانا دلوقتي أنا هسدقكم الحنفية ما فيهاش مشكلة والميا زي الفل شركة كيمة ما بتصرفش الصرف بتاعها في النيل والدنيا زي الفل الصرف الصحي ما بيتصرفش قدام مأخذ المحطة بتاعة الميا والدنيا زي الفل ما فيش عدوى فيروسية ولا عدوى بكتيرية ولا فيه كوليرا ولا فيه أي حاجة الناس دي تعبانة بإيه أو أكيد العلم أكيد وزارة الصحة أكيد التحليل اللي حضرتك خدتها من مئات المصابين اللي وصلوا لك على مدار خمسة أيام عرفوك إيه المشكلة فاحترم عقلنا واطلع قولنا ماذا يحدث فيه أسوان عشان أنا كمواطن أعيش حياتي وأنا متطمن ناس خايفة يمكن انبارح بعض الشائعات بتقول إن المرض وصل لأسر فالناس خايفة تشرب مية من حنفية السياحة احنا داخلين على موسم سياحي كبير فيه أسوان ربما الموسم ده يتضرب بسبب هذه الشائعات ناس تقول لك ستة ماتوا وناس تقول لك خمسة ماتوا حكومة بتقول لك محدش مات زحمة في المستشفيات وناس بتعيط وناس عندها إسهال ومغس وحد يقول لك كوليرا لا مش كوليرا مغس لا مش مغس إيه اللي بيحصل محدش فاهم وتعتيم الحكومة الزيادة عن حده ميخلي الناس ألآن أكتر نهاردة بدأت المدارس في العام الدراسي في عموم المدارس وده أيضا موطر الناس أكتر قرارات وزير الصحة بمنع التصوير قدام المستشفى وداخل المستشفى واللقاءات مع العينين والمرضى ده أيضا مخاوف الناس أكتر تعميم لدى العاملين في وزارة الراي وفي مية الشرب والصرف الصحي بعدم الحديث ده أيضا مخاوف الناس أكتر تواجد الأمني يعني مستشفى الجامعة مثلا في أسوان تحولت لفاكنة عسكرية هذا التواجد الأمني يقول لك أيضا أن الموضوع فيه خطر الموضوع بسيط وسهل لو طلع حد يكلم الناس بشفافية بصراحة وبتيالي الموضوع يستحق أن رئيس مجلس الوزراء يروح يزور أسوان رئيس الجمهورية يروح يزور الناس دي ولا الناس دي أقل مثلا من بتوع العالمين اللي كل يوم نطن لهم ورايح لهم يعني وزير الصحة يعني راح كده عشان حتى مش أنه هو يقدم يقول لنا ماذا يحدث دي راح عشان يبرر الموضوع يقول مفيش مشكلة استني زيارة الست وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء استني زيارة السيسي لأسوان وبطلوا بقى الحركات بتاعت يشرب مية قدام الكاميرا الحاجات دي بطلت من زمان من الستينيات والسبعينيات بتاعة القرن اللي فات ما نقدرش دلوقتي غير ندعي لأهلنا في أسوان ربنا يكون معاهم يشفي مرضاهم ويسبتهم لأن القلق مش حلو للقلق الجامعي أو القلق العامل اللي بيسيطر على الشارع في أسوان مش حلو بالمر